كافي شو غادة الخليل جورج دعبول نيلة الصليبي صباح الخير يا نيلة صباح الخير غادة صباح الخير شيخ دعبول صباح الخير نيلة أهلا وسهلا موضوع شوي شائك بعد هالأيام الماضية اللي صار فيها أخذ ورد ما بين أبل وما بين الـ FBI على خلفية الانفجار أو العمل اللي صار وطلبت الـ FBI من أبل أنه تفتح لباب كشف المعلومات يعني هادي الوضع شوي صعب بالنسبة للأبل وبالنسبة للمستخدمين وأيضا بالنسبة للـ FBI لأنه مثل ما قلت الوضع كان على خلفية تفجير سان برناردينو أو بالأحرى مجزرة سان برناردينو اللي صار بالولايات المتحدة بولايات كاليفورنيا واللي رح 14 قتل فيها وأكثر من 22 جريح فمن خلال الهاتف لأحد الإرهابيين يلي فجروا يلي قاموا بهذه العملية هو آيفون 5C والآيفون 5C بيشتغل بنظام التشغيل IOS 8 يعني أو حتى الـ IOS 9 ولكن هون القصة أنه من بعد ما صار سنودن يعني كشف للعالم قضية التجسس لوكالة الأمن القومي الأمريكي على بيانات العالم الرقمية من خلال الهواتف من خلال الشركات العملاقة للأنترنت من جوجل مايكروسوفت أبل إلى آخره المهم ردت جوجل وردت أبل من خلال تشديد عملية التشفير بأجهزتهم بمعنى أنه ما لا أحد يملك مفتاح التشفير إلا الذي يملك الهاتف وهون قضية سان برناردينو أنه الخلاف صار أنه أولا طلبت يعني هون كمان خلينا نحدد شغلة أنه الـ NCA والـ FBI يعملون بشكل مختلف يعني الـ NCA تدخل مباشرة ولا تطلب أمر محكمي بينما الـ FBI يطلب دائما أمر محكمي بحيث أنه يكون طبعا العملية صارت أنه بالنسبة للأمن من ناحية الأمن ومن ناحية مكتب التحقيقات الفيدرالي أنه بدون يفوتوا يدخلوا ليشوفوا شو هي المعلومات الموجودة بقلب هالهاتف هيدا والخلاف مع أبل أنه أبل بيعتبر أنه لنهار البدو يعطي هالمعلومات هيدا يعني انتهى أمل الآيفون وانتهت شركة أبل وفي بعض أبعاد أكتر من هيك اللي صار أنه جماعة الـ County San Bernardino يعني شرطة سان برناردينو قامت بالغاء كلمة السر الخاصة بالحساب الحوسب السحابية الـ iCloud لهاتف الإرهابي هيدا وبهالعملية هيدا ألغوا كل الإمكانية للدخول إلى الهاتف بطبيعة الحال ما فيك تفوت على الهاتف مثل ما قال أكتيم كوك أنه نحن لما شددنا عملية التشفير مش لحتى نرجع نعطي مفاتيح التشفير ونحن نعطيها مفاتيح التشفير نعطيها للأمن إذن بقرار هو رافض هذا القرار؟ رافض هذا فقامة الـ FBI طلبت من المحكمة الفيدرالية على أساس قانون من سنة 1789 اللي اسمه The All اللي هو ما كان فيه آيفونات؟ لا ما كان فيه تجسس القانون هذا يجب على الشخص الأمر عليه أنه لازم ينفذه وهون تنفيذ الحكم تنفيذ الحكم أو الأمر بالأحرى تنفيذ الأمر أنه يفتح الأبواب الآيفون لمكتب التحققات الفيدرالية فهون تنكوك نزعج من هالموضوع هذا وقال لهم أنا أنتوا عم تطلبوا مني شيء غير مقبول شيء مش ممكن أنا وافئة عليه لأنكم عم تطلبوا مني أني اتجسس على مستخدم قبل من هون يعني عمل قصة طويلة عريضة من الموضوع هو معوحق فيها من جهة صحيح أنه نحن كنا نعرف سابقا أنه تعاملوا مع الانسي اي حتى لو قالوا لأ ولكن شو خطورة قصة أنه في حال ردخوا لأمر الاف بي اي أو لردخوا هالأمر الفيدرالي المحاكم الفيدرالية هاي دي أنه لما أنا كمؤسسة كل الشغلة بيكون على أمن المستخدم على الثقة بيني وبين المستخدم النهار اللي أنا الحكومة بتطلب مني أنه أنا سلم مفاتيح تكشف كل البيانات خلاص انتهيت وهوني كمان في قصة تانية القصة أنه هي ما طلبوا منه فك تشفير كل الايفون قالوا له بس بدنا هيدا الجهاز يعني هيدا الجهاز ولكن لما أنت بتأمن برنامجية لحتى تفوت تعطيها لمؤسسة حكومية وخاصة إذا كانت مؤسسة تحقيقات فيدرالية وفيه إلى صوابق يعني بالموضوع هلأ بعدين سكرين أنه خبرك بويا شو هي فلما بتعطيها المفتاح هيدا مش رح تستخدموا بس لجهاز واحد رح ترجع تستخدموا لأجهزة أخرى وهالأجهزة يعني مش رح يروحوا يضطروا أنه يغيروا كل تشفيرات كل الأجهزة اللي حتى بس يفي كلهم جهاز واحد هاي من جهة من جهة تاني لما أنت كمؤسسة كأبل أو كجوغل هلأ مش نهيك جوجل وقفت إلى جانبهم تويتر وقفت إلى جانبهم حتى مايكروسوفت وقفت إلى جانبهم يعني كل شركات التكنولوجيا وفيسبوك وواتس أب كلهم وقفوا إلى جانب تيم كوك لأنه عارفين أنه هن بكرة مستقبلا عندهم الحوصب السحبية عندهم أجهزة يعني كل أجهزة التكنولوجيا اللي هي بتتعلم على إلى آخرها اللي كلها هي بيانات معينة أنه إذا نهار بدهم يفقدوا ثقة المستخدم يعني يفقدوا كل شيء وكمان ما تنسي أنه سيليكون فالي وكل شركات الأنترنت من بعد فضيحة بريسمو والتجسس الأمريكي يعني الجهاز الأمن القومي الأمريكي كان فيه ضعضعة اقتصاديا شركات الأنترنت فهون إذا أنت عطيت مفتاح من هالمفتاحي اللي هي مهمة جدا يعني خربت كل المنتج خربت كل الشركات خربت كل شيء اسمه تكنولوجيا الحل هلأ في مواجهة قانونية المواجهة القانونية بعدين كمان خليني بنفس الصيق أنه تيمكوك بيقلك أنا إذا رضخت للحكومة الأمريكية أنا بدي أرضخ للحكومة الصينية بدي أرضخ للحكومة الروسية بدي أرضخ لكل الحكومات اللي بكرة بدون يطلبوا مني أني أمن هالمفتاحات وهلأ ما تنسي أنه عم بيعانوا بأزمة اقتصادية وحكيناها أنه بالفترة الجاية رح يتعرضوا لأزمات فعندهم السوق الكبير هو السوق الصيني في حال رضخ لهالأمر هذا أنا بده يرضخ للصينية بده يصحف بكرة للصينية فهيدي كمان مشكلة يعني هي منه أنه راح يعمل الشهم الرجل الشهم عم بيدافع عن أمن المستخدمين فقط هي من جهة هاي ومن جهة تاني كمان حتى حملة كبيرة تضامنا معه على مواقع التواصل مش بس على مواقع التواصل الاجتماعي بوينما كان وفيه شيء اسمه Fight for the Future يلي هي تابعة كمان شو هيدا Don't break our iPhone أو phones فهيدي اليوم غدا غدا الساعة يعني الساعة خمس ونص بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية بثلاثين مدينة بعشرين ولاية أمريكية رح يكون في مظاهرات أمام مراكز البيع لها أبل وحتى في ميونيخ بهونغ كونغ وبريطانيا هلأ بفرنسا بعد ما أعلنوا أنه رح يكون فيه تجمعات لأنه بفرنسا بتعرفي نحن في عنا قانون حماية المستخدمين إلى آخره ولكن يعني نحن كأشخاص من حاول نفكر أنه نحن لازم نحمي بياناتنا هلأ في عدة قصص صارت من ناحية أنه عندك شو اللي بغير إذا كان فيه بفرنسا قانون حماية المستخدمين يعني أنه بفرنسا بيقوله الحكومة تدخل أبدا أبدا لماذا أقولك أنه نحن بفرنسا معنا نفس المشكلة صار فيه صار فيه تغيرات سنة 2014 من خلال نتيجة العمل الرهبي إلى آخره وحتى بال2015 صار فيه تغيرات ولكن دائما وحتى شو بسموه السيناء مجلس الشيوخ الشيوخ الفرنسي وقف قانون كان لو أتل بسموه الألوان يمريك القانون الرقمي لأكسلومير وقفوا قالوا لنحن ما بنسمح لنكنوا تفوتوا تفكوا شي فرد أو تدخلوا على بيانات المستخدمين فهون في عندك كمان اللي رح يكون فيه صراع بين رفضوا لمن مين للوزارة للحكومة الفرنسية للحكومة بس يعني مجلس الشيوخ فرد على الحكومة الفرنسية أن تتراجع عن القانون هذا يعني لحماية الموطنين هلأ كنا عم نحكي عن قصة أنه بدون يرجعوا يصير فيه هلأ صراع عندك قرر ثلاثة ايام عنده ثلاثة ايام تيم كوكلا يقدر يرد على هالأمر المحكمة يعني الجمعة مفروض نعرف شو مصير هل رح يكون فيه جولات قانونية وخاصة أنه عين اتنين المحامين من أشهر المحامين بالنسبة للدفاع عن حرية التعبير يلي هن تيد أولسن وتيودور بوتروس جونيور يلي هن معروفين أنه بدافعوا عن حرية التعبير والفرست أماندمند يلي حكيت أنا عنه بمقال نهار الخميس أو نهار الجمعة أنه رح يكون الصراع على قصة حرية التعبير من جهة ومن جهة تاني أنه هيدا مخالف لهال أماندمند هيدا وخاصة أنه ما فيك تجيب أنون من سنة 1789 وتبقي على التكنولوجيا حالية يعني ما فيك هلأ إذا قرروا أنه خلاص لازم أبل ترضخ وتعمل تفتاح التشفير أو تخلق برنامج لقدروا يفوتوا على البيانات يعني بقولوا لك هلأ أنه مكتب التحقيق الفيدرالي هو يلي بده يقرر على السيليكون فالي شو هي الشيفرة اللي لازم تدخلها أو تعملها بالنسبة لأجنسة الكمبيوتر والتكنولوجيا يعني هيدا من جهة من جهة تاني الخوف الآخر أنه في حال وجد هالبرنامج هذا يلي بخلي المكتب التحقيق الفيدرالي يفوت على الآيفون 5C رح يخلي أنه مين بيكفلك أنه هالبرنامج أو المقطع البرمج هيدا يبقى داخل المكتب الفيدرالي ويستخدم لها الآيفون لأنه صار فيه سابقة يلي برنامج اسمه ستينجري ستينجري كان لها جيش استخدم الجيش فقط وكانوا يستخدموا للتنصط على الهواتف الخلوية أو بيانات الخلوية فبعدين اكتشفوا أنه هالستينجري هذا استخدمته الانسي اي واستخدمته الاف باي ومش بس هيك رجعت ضغبة شرطة صرح فيه موجودة بمقالة وفيه الرابط للتصريح قال أنه نحن استخدمنا بقضايا مدنية فهيدا من القانون الأمريكاني أنه بيحمي المدنيين أنه هالقصص كلها لا يجب أن تستخدم لأغراض مدنية فقط للإرهاب وهيدا منرجع نقول أنه نحن قدي بدنا نتخلى عن حريتنا قدي مستعدين نتخلى عن حريتنا بحجة مواجهة الإرهاب وهيدا اللي صارت انتل 2001 ب11 ستمبر إلى آخره يعني هلأ إذن نهار الجمعة منعرف شو حيصير هذا الأخذ والرد أكيد أكيد فيه بتسمو أبيل إلى آخره نشكر نيلة صليب ممكن ما رحكون هنا أنا أكون أرجو أنه أرجو أنه إذا فيك ترجع تكمل لأننا رحكون هنا منقلك كمان إجازة موفقة لما ترتاح نيلة شكرا لنيلة صليب اللي كانت معنا عن موضوع هلأ مثل بقوله موضوع الساعة موضوع الساعة موضوع مهم للحريض والشخصية أكيد شكرا لنيلة شكرا شكرا